اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن ما المقصود بقوى الضغط قوى الضغط هي تجمعات لهيئات واشخاص يجمعها رابطة مصلحة مشتركة وتتحرك وتسعى للتأثير بطريقة مباشرة او غير مباشرة من اجل تأثير في السياسات الحكومية بشأن تلك المصلحة وتأثير على الاداء السياسي بشأن تلك المصلحة وتأثير ايضا على مواقف الاطراف السياسية بشأن تلك المصلحة اذا ما هي محددات قوة الضغط محددات قوة الضغط هو وجود مصلحة بين اما اشخاص وليس اما وانما بين اشخاص وهيئات وجود اذا رغبة في التأثير على سياسة ما ثم وجود ما نسميه بفعل الضغط يعني من اجل تأثير في اتجاه معين هذا ماذا نقصد بقوة الضغط اعتينا مثال حي شنون الضغط مثال حي عادة في التجارب يعني في الفقه كما نقول في فقه القانون ما نعتمد اذا التجارب اللوبي في امريكا اذا اللوبيات هما قواء الضغط واللوبيات هي كما يمكن ان نقول هي قواء الضغط مهيكل بشكل اكثر متقدم واكثر منظم لوبي النفط في الولايات المتحدة ثم لوبي السلاح في الولايات المتحدة ثم لوبي نعرفه جيدا وهو اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة نزيد نقرب مثال فرنسا نلقا اذا لوبي مثال صناعة الطائرات نلقاه اللوبي اليهودي ايضا موجود بقوة في فرنسا بالنسبة للحالة التونسية تسيطر على سياسة المعينة للدولة هذه هي الجانب غير المرغوب انها تسيطر عن سياسة ولكن الجانب المرغوب انها تؤثر على سياسة لانه من المشروع مثال للاطباء مثال اللي هما ممكن اكثر الاشكال اللي كانت منظمة لقوة الضغط في تونس ديما نخذها كمثال هي والخبراء المحاسبون اذا لهم مصالح مشروعة مصالح مشروعة لهم حضورهم في القرار اذا الاقتصادي في القرار السياسي يحاولوا اذا يقدموا اذا يحاولوا يخدموا مصالحهم ولكن بشكل مشروع وبشكل اذا لا يتعارض المصلحة العامة قوات الضغط يلزم استحضار مسألة معينة انه من المشروع ان تشكل قوة الضغط ولكن هناك ما يمكن ان نسميه بانه ضرورة ان يكون الضغط هذا حده الاقصى وسقفه الاعلى هو المصلحة العامة اذا عندي اذا اشكل لوبي مثال اجتماعي كما النقابات ولا غيره ولو اشكل لوبي رياضي ولكن معقول المطلوب انك توجه السياسة تحاول ان تؤثر على السياسة ولكن دون ان تكون بديلا عن صاحب القرار في حد ذاته لان القرار في نهاية الامر من يحكمنا مفروض اننا نفوض لهم حكمنا ونحن اذا من يحكمنا هو صاحب القرار السياسي فلا يمكن ان نستبدل صاحب القرار السياسي بقوة الضغط ولكن يمكن لقوة الضغط في اطار المحاذة المشروعة على مصالحها انها تسعى للمطالبة بتحسين وضحها بتحسين مصالحها منظورها لانه يلزمنا نميزه ما بين قوة الضغط والحزب السياسي لانه قوة الضغط لا تسعى للحكم او ممارسة الحكم وتبدأ مهيكلة في منظمات ولا تنجم تكون فردية يعني قوة الضغط يمكن الشكل الارقة اللي هو يتحول الى لوبي هو مثال يكون مهيكل في منظمة كما لباك منظمة التجمع المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الامريكية ولكن يمكن ان يكون التقاءا يعني التقاء ظرفي ما بين مجموعات مختلفة راس مال سياسيين خبراء اكاديميين في اتجاه تأثير على سياسة معينة لانه تم مثال يشكل شركة اذا شركة سونتراك في الجزائر اذا تشكل اذا لوبي وهي شركة تشكل لوبي مؤثر جدا على السياسة ليس فقط السياسة النفطية وانما السياسة العامة للجزائر في فترة ما تروج الكثير من التساؤلات والشبهات بشأن دور هاللوبي اللوبي اذا النفطي في الجزائر ممثلا في هذه الشركة الآن احكينا عن اللوبيات الاقتصادية تقريبا وبالنسبة للسياسة اللوبيات بسؤالك ذكرني بمسألة التصنيف نقولوا انه تم لوبيات وقوات ضغط قطعية ثم قوات ولوبيات وقوات ضغط غير قطعية او جامعة او عامة من ذلك اللي اشارتك الى اللوبي السياسي اللوبي السياسي اذا هو تأثير هو البحث في التأثير في لحظة ما على موقف بشأن قضية معينة اذا لنا هو دور اللوبي السياسي من اجل مثال توجيه السياسة السياسة البلاد السياسة وليست السياسات العامة تجاه مسألة معينة في اذا لاتخاذ موقف معين اذا مثال ما نشكوه نحن مثال في فرنسا في البلدان الغربية في الولايات المتحدة غياب لوبي عربي ينجم يخدم ويحول ويؤثر كما نقول ويحاول وجهة الرأي العام الموجود في والرأي السياسي والرأي العام في الولايات المتحدة في فرنسا في بقية البلدان نحو القضية مثال الفلسطينية نحو قضايا التنمية في البلدان العربية اذا هذا نفتقد ثم لوبي داخلي وثم لوبي خارجي لوبي خارجي مثال ان تكون مثال يجب ان يكون مثال لتونس بعد ثورة لوبي مؤثر داخل اذا الاطار الاوروبي لخدمة مصالح البلاد التونسية مو سهل تكوين اللوبي وبالنسبة للجيش ينجم يكون قوة الضغط الجيش من طلاقا بعض الدول ينجم النسبة وحكايات يقولوا الجيش هو اللي يتحكم في الخلف يعني كما في تزاير مثلا لا المفروض المفترض انه الجيش لا يمكن ان يشكل قوة الضغط على اساس انه يشكل احدى ادارات السلطة يعني احد مرافق البلاد هو مرافق الدفاع دونك هو جزء من المنظومة السلطة وليس خارجها ولكن اشير الى مسألة اللي هي لا تصلح للحالة تونسية مثال العسكريين المتقاعدين في الولايات المتحدة الامريكية اللي بكلهم يوليوا خبراء لدى اللوبيات مثال النفطية او اللوبيات العسكرية دونك الجيش هو ضمن لعبة او ضمن منظومة السلطة وليس خارج عن السلطة اللوبي يؤثر عن السلطة وليس داخل السلطة به كان احكيوا على قوات الضغط الضغط فما وسائل وفما ادوات تستعملها اللوبيات بش تضغط نعم الادوات لنا اهم الادوات وهو ما نقولولهم ادوات ونسميوهم حتى فنون فن العلاقات العامة لكي تكون مؤثرا اذا ما يكون عندك شبكة علاقات عامة كبيرة ما نسميه بكل العنوين كانيدا دريس اللي هو برلمانيين رجال سياسة خبراء اكاديميين اذا هذا مسألة ايضا هناك يجب ان تكون لك ملكة الحوار والتفاوث لكي تؤثر ايضا يجب ان يكون لديك ملكة التأثير في الرأي العام وايضا يجب ان يكون لديك ايضا مع ملكة التأثير في الرأي العام ما نسميه بفن ادارة الازمة اذا هذه عموما الادوات اللي يستعملهم لوبي معين في بلاد باش يأثر في تجاه سياسة معينة لكن العلاقات العامة اللي تتوفر انت على علاقات عامة كلوبي متنوعة تشمل مفاصل القرار السياسي والاقتصادي وايضا تدير هذه العلاقات بما يسمح بالهدف تنتدب ايضا انتدابات داخل ما يسمى بمراكز البحوث والدراسات او ما يسمى بمراكز صنع القرار لنا مهاش المثال يجب ان يكون في الاطار الغربي على خطر مراكز الدراسات والخبرات الاستراتيجية مهاش موجودة في تجاربنا نحن ايضا يلزم يكون عندك القدرة على التفاوض والحوار وامتلاك الورقات التفاوضية في تجاه التأثير على سياسة مفهومة والتفاوض يبدأ بالضغط وينجم يوصل ادوات حوارية كما ينجم يكون ادوات الضغط ايضا الاضراب هو ادوات الضغط التحرك العريضة الى اخره كما ينجم يكون الطاولة هي طريقة ادارتك للنقاش والحوار تنجم هي تؤثر ايضا اقتصاديا زادا فما تنجم تأثر اقتصاديا اذا كان انت كما قلت معنى قوات الضغط على النفط ولا غيرها نعم هي تؤثر اقتصاديا عبر اذا التحريك ما يسمى برأس المال اللي هو رأس مال اقتصادي ولكنه له ابعاده السياسية اذا اللوبي نجم ميز داخل اللوبي سمعني في التشبيه ما بين الورم الخبيث والورم الحميد اذا اللوبي الخبيث اللي هو ما يعني ما يستحضرش مثال لوبي الشركات العابرة للقارات ما تستحضرش المصالح الوطنية ما يهمها لا يهمها ان افلس الدولة او قامت بانقلاب او غيره هذه اذا اللوبي لا يخدم المصالح الوطنية واللوبيات اللي تخدم بشكل مشروع مصالح اعضائها والناس اللي ماشيين في اتجاه تلك الضغط من اجل هدف معين ويقول قائل هو نجم لوبي يخدم مصالحة وطنية ولا مصالحة محلية ما المنع خطر لوبي دي ما عنده معناها اخوة الضغط دي ما عندها الحاجات اللي تحبها لهي مصالحة الشخصية اكثر من مصالح هي تواجه سياسة معينة من اجل معناها مصالحة هي لا تفرض سياسة معينة هي توجه سياسة معينة قلنا انها لا يمكن ان تتحول الى بديل عن السلطة وهي لا تسعى لسلطة اذا ومن حق اي قوة الضغط طالما تتحرك اهمية قوة الضغط انه تتحرك بشكل شفاف واضح مهاش قوة الضغط خفية وانما قوة الضغط علنية تتحرك من اجل مصلحة معينة ما المنع اذا ان نتحرك كحقوقيين وكاساتذة من اجل قضية معينة ما المنع ان نتحرك مثال كخبراء محاسبين لخدمة القطاع ما المنع ان نتحرك اطباء لخدمة القطاع اذا اللوبي في حد ذاته وقوة الضغط في حد ذاتها تنجم جزء تكون جزء من المشاركة في الحياة السياسية والحياة الاقتصادية وجزء من عملية تشكيل القرار لانه ايضا ما تنساش انه اهل القطاع وقوة الضغط ادرى بالمصلحة وتنجم تكون هناك اشياء خفية على صاحب القرار اذا المعادلة هي معادلة صعبة مبين اذا مصلحة مشروعة وصقف هذه المصلحة اللي قلنا يجب ان يكون المشروع ضمن المشروع الاكبر اللي هو الدولة واللي هو مصلحة الوطن وانتي تتصور توا قوة الضغط معناها كتدخل في السياسة ما نجم تخلي الاستقلالية معناها اهمش من الاستقلالية للسياسة والله العملية السياسية سيهاب رهي عملية معقدة ومركبة ليست هناك اذا فن في ادارة الشأن السياسي الشأن السياسي هو الشأن يختلط فيه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والهيكلي والمنظم وغير المنظم والشعبي والطبقة السياسية اذا العملية السياسية معقدة ونظن انه فن ادارة الحكم يتطلب الاستماع للاخرين والاخرين من حقهم وضمن التصور هذا انهم بش يبلغوا اراءهم لمن يحكم راه المسألة من زاوية انه نوع منه ليس نوعا وانما هو مشاركة في الشأن العام سواء كان شأن سياسيا او شأن اقتصاديا او شأن مجتمعيا اذا لا يمكن ان نجرم قوة الضغط في حد ذاتها ولكن يجب ان ننتبه الى المصار اللي تمشي فيه قوة الضغط هل هو يحكم اذا المصلحة الكبرى المصلحة العليا المصالح المركزية للبلاد او لا يحكموها مثلا تونس قبل 14 جنوبي كنا نعيشه على ما يسمى بعض المستشارين المستشاري الفلان والمستشاري الفلتان وهذاك اثر على الاعلام وهذاك يحب يأثر على شنوه ماذا يدخل زادا في اتار معنا نجم ونصفون بقوة الضغط قوة الضغط عادة نحب نأكد على مسألة انها تجمع اشخاصا وهيئات اذا قوة مثال حديث عن عائلة تمتلك مثال نفوذ المالي تحول الى قوة ضغطة ولهو لنا غير حميدة المسألة مثال اذا عائلة ترابلسية او عائلة بن علي اذا اولا في الاصل لم تكن تشكل قوة الضغط لانها لم تكن تمتلك اي رصيد لا سياسي ولا اقتصادي عبر العسليب اذا السيطرة على الرأس المال ثم تحويل رأس المال الى استثمار سياسي تغولت العائلات هذه وتحولت الى ممارسة وهو شكل غير عادي الى ممارسة السلطة بشكل مباشر لانها تحولت الى قوة ضغط ولم تكن قوة ضغط جاذبة الى الامام او دافعة الى الامام وانما كانت قوة ضغط جاذبة الى الوراء في اتجاه مصالحها نقول انها ضيقة ليست قطاعية وانما تكاد تشكل ما نسميه بالمافيوزية السياسية والاقتصادية وفي اقل من دقيقة قوة ضغط يعني عندها مهمة معينة قوة ضغط هي مصلحة القواء التي او مصلحة الاطراف التي تشكلها المصلحة مشروعة ولكن في اطار مسلحة عامة وكبرى اذا لنا كل القوى المعنية بان تشكل قوة ضغط في البلاد لها ذلك مع استحضار القيمة ومع استحضار القيمة الوطنية ومع استحضار الوطن اللي هو اولا ثم اولا ثم اولا واخر اذا الاستاذ عبدالرزيق المختار شكرا لك على هذه التوضيحات ومشاهدين الكرام نبقى كالعادة مع بقية الاحزاب السياسية مع الدكتور عبدالقدر الجديد فابقوا معنا